ورجعنا لكم الفاصل دلوقتي هنتكلم على الناس اللي بتشتكي من الارهاق اللي بيبقى موجود تحت العين فيه بيبقى ناس عندها كتير جدا جدا الهالات السوداء اللي أسبابها مش وراسية وفيه ناس بتشتكي من الارهاق اللي موجود تحت العين بيحس نفسهم دايما على طول تعبانين ودايما على طول تحت عينيهم مرهق أو حتى في خطوط رفيعة ده بيبقى سبب إيه؟ ده بيبقى سبب لقعاد قدام الكمبيوتر كتير اللابتوب الآيباد التليفونات كتيرة جدا جدا أو بأن هما بيصهروا علشان خاطر يعني حاجات مختلفة اللي بيزاكلوا لقاعدة مع ولادها واللي بيشتغل واللي بيعمل كده فده بيؤدي اللي العين بترهق جدا فبيبقى الجلد اللي تحت العين مرهق فبالتالي بيؤدي إلى إسمرار خليني أقول لكم نصيحة دايما تبقى عندكم في القاموس بتاعكم كل ما أنت أو أنت تبقى مرتبة أو خطة كريم تحت العين كل ما الـ probability أو احتمالية السواد اللي تحت العين يقل يعني ده عبارة عن ترتيب وعبارة عن عناية الترتيب بأي الكريم أي كريم نحطه كده بالصبع اللي جنب صغير تحت العين كده وبنعمله من بره لجوه طيب فيه ناس تانية بتحب تستخدم بعض الحاجات الطبعية زي مثلا البطاطس البطاطس بيبقى كويسة جدا لو قطعنا سلايس بطاطس رفيعة جدا تحت العين بيبقى ممتاز أوي علشان خطر الانتفاقات فيه ناس بتحب تستخدم عصير الخيار الخيار بقى مبنيجي نستخدمه لتحت العين بيستخدم بطريقة يمكن أنا قلتها قبل كده بس أحب أن أنا أقولها تاني في شارع النهار أن أنا بقطع الخيارة رفيعة أوي 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 خلاص قطعت أنا الخيارة بطريقة رفيعة كده هي دي اللي بتفرق يا جبعة فابدقوا معاملين إيه؟ أهو شايفين؟ هل أما عملت الحركة دي إيه اللي حصل؟ عملت كده وقعت؟ لأ ليه؟ لأن اللير أو الطبقة بتاعة الخيار رفيعة جدا أبتدي أقطع تاني بإشرها تاني أنا برجع أقول تاني أن أنا ممكن أكون قلت المعلومة قبل كده بس أحب أقولها تاني لأن في ناس كتيرة بيسألوها شايفين بقت رفيعة ازاي؟ طبعا لازم تبقى داية مظيفة جدا واجي كده وأقوم أعامل كده أهي شايفين بقت عاملة إزاي؟ أهو أجي أعمل كده أجي أعمل كده ما تقعش ليه؟ باخد كل الفيتامينات اللي فيها كويس جدا لو عملت دا كله على كل وشي هيبقى هاي لأن باخد كل المية بتاعة الخيار طيب افرد في حاجة تانية بعملها خلاص زي ما تشايفين كده المفروض أن أنا أفضل قاعد كده من 10 دقايق لربع ساعة وبعد كده أشيل فلنفترض أن أنا عايز أحطها هنا ببتدي أعمل ماسك الخيار كله على وشي بالطريقة دي حاجة تانية عايز أقول عليها مهمة ويه أهو ودي عند العين دي واسبها لحد ما حس إن هي نشفت جدا 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 وهاجي بالقطنة هاجي بالقطنة وأقوم شايل مية الخيار دي أهو بالطبطبة وخلاص دا بيتعامل ماسك مرة كل أسبوع علشان أاخد فايدة أكتر من الخيار ممكن أعمل إيه؟ ممكن أجيب خيارة أوكي كده وأبشرها وبعد كده البشر بتاع الخيارة دي زي ما أنا عامل كده أقوم واخده كده بإيدي وهعمل إيه؟ هيتبقى فيه واعصره هينزل مية شايفين؟ مية الخيار طبعا هيبقى أحسن بكتير جدا جدا لو لو جبت شاشة شاشة اللي هو بيتباع في الصيدلية وصفيت أهو فضلت أاخد مية الخيار أنا بعملها بإيدي معلش مش بجوانتي أوكي كده ثانية أهو تلعلي فيه مية الخيار مية الخيار اللي تلعيت لي دي ممكن أبتدي بقى أقوم عامل بمية الخيار اللي هو المستخلص برضو تحت عيني أهو واسيبه آيدي أهي يبقى أنا جده جبت قطن بمية الخيار أو بالخيار نفسها مية الخيار اللي هي فيها الفيتامينز كلها وفيها كل حاجة بعد ما بشرتها قمت عاملها ده كانت نصحتنا النهاردة للإرهاق اللي موجود تحت العين لو عايزين تستفسروا أو تقولوا لنا أي حاجة ابعتولي على انستجرام حسام المراهي أو فيسبوك حسام المراهي أو على الصفحات اللي ظهر عندكم تحت على الشاشة فقرات كتيرة جدا في شارع النهار على قناة النهار استنقل اشتركوا في القناة